اليمنية المقيمة في السعودية أروي عمر لحظة خروجها من السجن في قضية حيازة مخدرات توصق هذه اللحظة وكأنها تتباهى بسبب الذي كانت محبوسة من أجله والجمهور حزين على هذا تابعوا تفاصيل ولا تنسوا بذلك رأيكم وأن تدعمونا بالضغط على زر اللايك واشترك أطلت نجمة السوشيال ميديا اليمنية أروي عمر على جمهورها لأو مرة بعد ستة أشهر من القضاء عالية وقت القائلها تغنى بالتورط في قضية مخدرات حيث نشرت صورة توصيق لحظة خروجها من السجن وكأنها تتباهى بما كانت فيه نشرت فيديو لحظة رؤيتها لأهلها الذين دخلوا في نوبة بكاء فرح لرؤيتها مرة أخرى وعلقت وحشتوني كتير ونشرت ابن خالتها صورة خلال استقبلها وعلقت قائلة أروي الحمد لله على سلامتك سبقا وتم تداول نشطاء مواقع تواصل الاجتماعي فيديو ظهر فيه تفلة وهو يدخل في نوبة بكاء مناشدا ولي العهد الصعوجي لأمير محمد بن سلمان بإعادة والدته إلى المنزل بعد تغيبها ومع تداول هذا المقطع قيل أنه يعود لابن المشهورات سنابشات الناشطة اليمني المقيمة في السعودية أروي عمر إذ ألمحى التفل إن والدته تأم القبض عليها دون أن يكشف السبب وراءه زيلك المتابعين شككوا في هوية التفل كونه أخفى وجهه معتبرين إنه لا يمت بصلاة إلى أروي عمر بينما قال البعض الآخر إنه لم يتم القبض عليها وإنها تستغل تفولة ابنيها في حصد مشاهدة وتطرق غيرهم إلى إنه بالفعل قبض عليها وعند خروجها سيتم ترحيلها إلى بلدها اليمن لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل تحدث آخرون عن سبب الإختفاء وقالوا إنها تورطت في قضية مخدرات وتم القبض عليها أروي قد تحدثت سابقا في مقابلة تلفزيونية بالشأن جنسيتها قال البعض إنها سعودية وقال البعض الآخر إنها يمنية تقيم في السعودية لكنها أكدت إنها يمنية وأهلها سعوديون وابنها سعودي وتتعامل معاملة السعوديين ترجمة نانسي قنقر